أحسن الله إليكم يقول السائل شيخنا قال لأحدهم قضية القرآن وخلقه من عدمه ليست من المسائل المهمة الإيمان بالقلب والشهادة باللسان الإيمان بالقلب والشهادة باللسان طيب من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه كتبه القرآن فمن أركان الإيمان الإيمان بالقرآن ومن الإيمان بالقرآن أن يؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قاله إذا كانت هذه القضية غير مهمة فلماذا أجمع المسلمون على أن الله سبحانه وتعالى قال هذا القرآن ولماذا تكلم السلف كل كتبهم تحوي مباحث طويلة في إثبات هذه المسألة والرد على الذين قالوا بأنه مخلوق كانوا يلعبون أكيد ما كانوا يلعبون بل حتى الذين قالوا بأنه مخلوق قتلوا عددا من المسلمين لأجل هذا لأجل أنهم خالفون في هذه المسألة قتلوا الإمام البويطي قتلوا نعيم بن حمال ضربوا الإمام أحمد كل هذا فعلوه لماذا؟ هل لأن هذه المسألة سهلة؟ يقول عنها سهلة الذي لا يعرفها يعني أنت قد يأتي طفل صغير وينظر إلى الكاميرا يقول مثل زجاجة وخلفها شاشة بس ولا يعرف ماهيتها ولا يعرف كيف تعمل هذه الزجاجة ولا يعرف أبعاد هذه الزجاجة ولا يعرف هذه الشاشة أساسا كيف تعمل ولكنه ينظر إليها نظرة بسيطة فالإنسان الذي لا يعرف الشيء يستسخفه ويستصغره فمسألة خلق القرآن مسألة من أعظم المسائل لأنها أولا تكذيب لله سبحانه وتعالى ثانيا نسبة الخرس لله سبحانه وتعالى ثالثا خلاف لإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتبعاتها أكبر من ذلك بكثير فلابد الإنسان أن يتعلم قبل أن يقول هذه المسألة خفيفة أولا ليست خفيفة ترجمة نانسي قنقر